أهلا ومرحبا بكم مشاهدين أينما كنتم عدد جديد من برنامجكم اليومي نهار تراندينك برنامج نحاول نسلط الضوء فيه على أبرز الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستغرام وحتى تويتر كالعادة نستهل عدد اليوم بالهاشتاغ الأول مشاهدين الكرام سائقون متهورون حافلات مهترئة وحياة المواطن على المحاك مشاهدين سلوكيات أصبحنا نراها كثيرا وتنطبق على بعض أصحاب حافلات نقل المسافرين مشاهدين فإذا شغلت من الوصول متأخرا بسبب عطب قد يصيب الحافلة فإنك حتما ستواجه مشكلة من نوع آخر سواء الازدحام داخلها وتعمد أصحابه على حشر المسافرين حشر يقطع الأنفاس أو سينفد صبرك من التوقف طويلا بالمحطات الفرعية نهيكا عن السرعة المفرطة التي يقود بها بعض السائقين أو بعض سائقية الحافلات ويضاف إلى كل هذا غياب تام لشروط السلامة ما يضيع أرواح ركبة على المحاك كل هذا يلخصه هذا الفيديو المتداول أو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ولاية عنابة يبين حافلة نقل المسافرين في حالة كارثية لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة طبعا هذا الفيديو أثار سخت رواد مواقع التواصل الاجتماعي نترككم تتابعونه ثم نعود إلى التعليقات ترجمة نانسي قنقر نترككم ترجمة نانسي قنقر نترككم ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر لكن في المراقبة التقنية كيف يرخص لي مثل هذه المركبة بالسير والفهم يفهم تعليق آخر الذي كتب وين هو المشكل أنت الذي ركبته لو كل واحد يأخذ قرار على عدم الركوب وترح المشكل لصاحب الحافلة بطبيعة الحال هو من سيرممها أو يصلحها وتقول لي أنه ليس هناك وسائل النقل عندما طرحت هذا الفيديو سيكون هناك تعصب من أصحاب النقل ولكن على الراكبين أن يوضحوا قليلا نحن من نزرع التقافة إذن مشاهدين كانت هذه أبرز التعليقات بخصوص الموضوع الأول ننتقل إلى الهاشتاغ الثاني كوتر أعلال مشاهدين تصدرت خلال الساعات الأخيرة البطنة والجزائرية في رياضة الجيدو كوتر أعلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد تتويجها بالمضالية الذهبية لبطولة إفريقيا لرياضة الجيدو التي احتضنتها مدينة وهران طبعا دموع وفرح وعناق وصرخات الصعادة والتأثر كلها مشاعر أبدتها اللعب أمام الكاميرات لتتصدر منصات التواصل الاجتماعي بفيديوهاتها وهي تبكي بحرقة بعد تتويجها وتواجه كلام مؤثر نترككم تتابعنا في هذا الفيديو ونستمع إليها ثم نعود أترككم شخص واحد واحد تقارد بعين واحدة ولحمد لله شوف هنا حاجة أقول أولته أهدي هذه المضالية الذهبية لبابا يرغفه فيه بابا وخليته ونالي تضارب على جانوسي مدينة الدغنية قاني بابا على بني بناكتب فيه شتام بابا شتام وربيش هفك ماما ماما جتام الحمد لله لحمدها فيه لحمدها ونشكره لويت يمدرتها في بلادي مشاهدين الكرام أيضا التعليقات جاءت كتالي نصر الذي كتب فتاة بمثابة ألف رجل ألف ألف مبروك شرفتي الجزائر ونتمنى شفاء لوالدك ولجميع المرضى فعليق أخر من رزيق التي كتبت مليار مبروك رفعتي أعلام بلادك وفرحتي الجزائريين الأحرار وإن شاء الله ربي شافي لك بابك تعليق آخر فإصال الذي كتب ألف مبروك بتوفيق ونجاح الأبطال الجزائر تحياتنا لكل من ساهم في هذا النجاح تعليق أم يوسف التي كتبت ألف مبروك ربي يحفظك ويشافي لك بابك أو والدك إن شاء الله تعليق آخر من بنات الجزائر التي كتبت ربي يحفظنا البلاد ويخليها فوق روسنا إن شاء الله ويخلينا البعض خوى لتقيس وحدة تقيسنا كامل إذن مشاهدين عمادة التي كتب بأمثال نفتخر يا حرة الجزائر تعليق آخر طبعا مشاهدين تعليق آخر أو كانت هذه أبرز التعليقات بخصوص الهاشتاغ الثاني ننتقل إلى الهاشتاغ الأخير العنف في الملاعب مشاهدين لم تنتهي مباراة الفريق الفرنسي سانتتين كما كان يتخيله الجميع بعد أن أعلنت صافرة الحكم نزول الفريق إلى دور الدرجة الثانية حيث شهد الملعب أحداثا مؤسفة عقب تأكد هبوط الفريق الذي ينشط فيه الجزائري بودبوز إلى الدرجة الثانية طبعا مشاهدين ليندلع قول شغب كبير كان بطله أنصار سانتتين الغاضبين من فريقهم وفي آدائه فكانت ردت فعلهم اقتحام أرضية الميدان عاقب صافرة الحكم النهائية والاعتداء على اللاعبين ورشقهم بالألعاب النارية في صورة مؤسفة مشاهدين الكرام الآن ننتقل إلى التعليقات أين جاء في تعليق أمين الحاجة الذي كتب رغم اقصأنا بمرارة لم نفعل ما فعلته أشعوب المتحضرة تعليق محمد كريم الذي كتب حضارة الغرب راهي في تطور ملحوظ ما شاء الله تعليق آخر الذي كتبت أو كتب سرقنا على أرضنا وأمام جمهورنا وحرمنا تأهل بظلم تحكيم قاهر ولم نفعل هكذا فهذه هي أو عن روح الرياضية أتحدث تعليق آخر من حسن حسن الذي كتب مؤسف أن يزل سانتتين للقسم الثاني في نفسه الموسم الذي عادل فيه باريسان جرمان رغمه القياسي من لقب الدوري ضرب مزدوجة تعليق ماهي الذي كتب زيادة مع فضيحة زيدها مع فضيحة التنظيم أمس في نهاء رابطة الأبطال الأوروبية تعليق إلياس الذي كتب وقال فريق هو صاحب الرقم القياسي في التتويجات بالدوري لا يستحق السقوط نهائيا إذن مشاهدين هشام الذي كتب ويقول لك الغرب متحدرين محمد وآخر تعليق له يقول في إفريقيا لا توجد مظاهر لهذه الدرجة مشاهدين الكرام كانت هذه أبرز التعليقات وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج النهار ترانتينك شكرا لكم